السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التلاميذي في سنة الثالثة متوسط الله حتى أولياء التلاميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم أستاذ يسمين ويلا أبنائي وبناتي نحلوا اليوم اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا طبعا لازم للدواهي الميكانيكية نكونوا فاهمينها جيدا وأبناء يدرت لكم ملخصة لها شامل اللي حبي يشوفوا يعني يراه موجود في القناة ويلا قلنا قد ما قدرت نحل الاختبارات وللنماذج قد ما إن شاء الله نكون مستعد إلى الاختبار تعالى المدرسة تعالى إذن نبدأ بالوضعية الأولى اللي عليها 6 نقاط يقول لي تركيبة تتكون من العناصر التالية إذن نقلي هذه التركيبة اللي يراهي في الوثيقة الأولى عندها فيها بطارية فيها 3 فولت شدتها 3 فولت محرك ومروحة هاو المحرك وعندي البطارية وعندي المحرك بطارية ومروحة نعم إذن الله أول سؤال مثل السلسلة الوظيفية لهذا التركيب مع أنتها السلسلة الوظيفية تعكم في هاش حال في هات الجمل فقط شكون الأول شكون تاني شكون تاني يلا مثل السلسلة الطاقوية لنفسك مع أنتها أبدأ لي بالسلسلة الوظيفية نحن كتبو بها بالعربية أقول لكم سلسلة الوظيفية والسلسلة الطاقوية يكون رموز تحى بالفرنسية يلا ثالثا من بين طرق اقتصاد الطاقة في الصحراء الجزائر استعمال مروحة تشتغل بالطاقة الشمسية أك من السلسلة الطاقوية الموافقة لها ما عندها قلي في الصحراء باش مادم عندهم الطاقة الشمسية إذن المراوح تحوم تشتغل بتلك الطاقة إذن قلي لهنا شوفوا عندي شمس خلايا كهر وضوئية محرك ومروحة لهنا وقلي أكمل السلسلة الطاقة ويمشي السلسلة الوظيفية إذن بالرموز الفرنسية يلا رابعا إن الجزائر تزخر بمصادر للطاقة المتجددة أذكر مثالين منها إذن ويقول لي طاقة متجددة معتلي ما تخلص شربي دايما يعطيها أعطيني زوج أمثلة منها يلا الوضعية الثانية كذلك عليها ست نقاط يقول لي تمثل الوثيقة الثانية الجزء الأول لفاتورة الكهرباء والغاز إذن يلا هذه هي أبنائي الجزء الأول تعوي شنو فاتورة الكهرباء والماء ولازم نعرفه نقرأها هذه الوثيقة الثانية ماذا تمثل الدلالة هذه الـ اللي هي 54 أم وماذا تمثل دلالة هذه غاز 23 أم مفهم إذن لك وهذا غاز يلا تنين ماذا تمثل دلالة بي أم دي اللي هي 6 كيلو وات والدلالة دي أم دي اللي هي 5 أم تخوى أش مفهم يلا ثالثا معنا تكون وحدا نقول وش تمثل وش راهي على وش يتهدر السؤال الثالث مع ميدا ما دلناها ما دلتو أش أبنائي ولا ما فهمتو أش في الدرس نحن نعود أن نشرحوها هلا هنا ثالثا ما هي الوحدة المستعملة للي قياس طاقة الكهربائية المساهل لك معgroundها لانقص الطاقة وifique هي الساحل المستخدم القياس الطاقم الكهربائي المسالكة ويوجد免ط اله طاقة الكهربائي المسالكة ؟ استخرج من الفاتورة الخاص بسكم الكهربائي استخرج به ما تستدر من ؛ مقدار الطاقة القديم ومقدار الطاقة الجديد تحقيق الإبطاقة أن الطاقة المستهلة خلال الأشهر ثلاثة يا أخي هدوك قلنا الجزء اللول مع تلت شهر اللولين الأخيرة تقدر بثمانمئة وخمسة كيلو وات ساعي هاين تحققوا إذا صح تخرجنا هكا سادسا معنا نحسبوه نشوف عدد أشطر حساب التحويل في الطاقة الكهربائية هي أربعة لماذا يختلف ثمن الوحدة بين المراحل اللولة والثانية والثالثة والربعة نفهم إذن أبنائيا راح نشوفوه الثمن علش يختلف لما بين المراحل اللولة والثانية والثالثة لماذا مفهوم يلا ننتقل إلى الوضعية الإدماجية والتي في أحد أيام الشتاء البارد قامت أمهيشا بتشغيل في نفس الوقت مجموعة من الأجهزة الكهرومنزيلية وهي في نفس الوقت خدمت بزاف أجهزة كهرومنزيلية مدفائتين كهربائيتين استطاعت كل واحد منهما 2 كيلو وات غسلت ملابس عندها استطاعت 2.2 كيلو وات فرن كذلك الاستطاعتها 1.2 كيلو وات ثلاث مصابح اقتصادية كل مصباح يحمل دلالة 75 وات فلاحظت إنقطاع التيار الكهربائي خلاص مقدرش كتر من هكا الملاحظة كتب على فاتورة الكهرباء منزل أمهيشام بي أم دي 6 كيلو وات مفهم هذه نحن نشوفه ماذا هي لك نكتشفه هذه كل شي جينا سهل إذا سؤال أول فسر سببا قطاع التيار الكهربائي هذه بينها ثانيا احسب الطاقة المحولة من طرف الفرن الكهربائي إذا اشتغل لمدة خمس ساعة يوميا معتها نشوف كي يخدم خمس ساعة يوميا شحال الطاقة اللي يأكلها بالكيلو وات ساعي وبالجول يلا هادي لازم نعرف كيفاش كذلك نحول وثالثا وأخيرا اقترح حل أو حلول لمشكلة أمهيشام معتها وقال لك يا حل واحد ولا مجموعة من الحلول إذا يلا أبنائي ما نقولوش باللي هاد الاختبار صعيب وإنما نحلوه كما احنا نقولو سؤال بسؤال ومنهارا ندروه مراجعة إذا يلا أبنائي نبدأ بالتمرين الأول اللي قالي السلسلة الوظيفية دير للتركيب هذك اللي فيه بطارية محرك ومرواحة ديلي السلسلة الوظيفية والسلسلة التقوية إذا قلنا أبنائي شوف ما يكتب تحت الفقاعة فهي أفعال حالة أما ما يكتب فوق سن فهو فعل أداء إذا البطارية وشي صار لها المحرك وشي صار لها المروحة وشي صار لها نكتب تحتها أما من البطارية المروحة وشي يديلها من المحرك للمروحة وشي يديلها إذا وش قلنا بالنسبة للبطارية تتفرغ معتها يتفرغ في روحة ويتمدها المحرك المحرك وشي يديل أو يدور المروحة نفس الشيء رهي تدور يلا البطارية ماذا تفعل للمحرك تغذيه إذا البطارية تغذي المحرك المحرك وشي يديل المروحة يديرها إذا المحرك يدير المروحة سهل جدا ابنائي ما تحتاج اني منبا كم احنا قولو مش يحفظه وانما قد ما درت تمدين على السلسلة الوظيفية والطاقوية نولي خفيفيهم نفس الشي السلسلة الطاقوية تحت الفقاعة وجه احنا نكتب احنا نكتب نامط التخزين وش عندي انماط التخزين يخي قلنا عندنا طاقة حركية نرمزولها بأسي طاقة داخلية اي طاقة كامنة مرونية على استيك والرسل هادوك اي بي اي وطاقة كامنة ثقلية اي بي بي هادو تحت الفقاعة اما بالنسبة الى فوق السهم ابنائي عندنا انماط تحويل الطاقة وليس تخزين الطاقة عندنا تحويل ميكانيكي دبلو في او تحويل كهربائي دبلو في او حراري نقولولو كو ولا نرمزولو كو وعنده تحويل اشعاعي نرمزلو بأ اي اذا يلا البطارية ابنائي وش عندها عندها طاقة داخلية معنى عندها الكتروناتها يتمشي الداخل ما فهم اذا نرمزلها اي المحرك لو يزغد او يتحرك اذا نعطي له طاقة اي سي معنى حركية ويتحرك الداخل المروحة راي الدور اذا عندها طاقة حركية يلا ما البطارية للمحرك وشويسها راهو كين تحويل كهربائي البطارية راي تعطيني كهرباء للمحرك اما المحرك وش يعطي المروحة وش يعطي لها الكهرباء وانما رايو يعطي لها تحويل ميكانيكي معتها هو راهو يساعد بش يحركها ما فهم سهلة جدا ابنائي يلا اللي بعده هو اعطاني سي سيلة وقال لي كمليلي بكذلك طاقة ويا وليس وظيفية اذا نفس الشي ابنائي داي من الشمس شوفوا تفكروا الشمس والخالي الكهروضائي والبطارية دوما عندهم طاقة داخلية نرمزلهم اي معتها الكتروناتها يتتحرك تتحرك ما شوفوهاش بالعين المجردة تعنا المحرك راهو يتحرك اذا اوسي اذا المروحة كذلك تتحرك اوسي يلا الشمس وش يتعطي الخالي الكهروضائية يتعطي لها حرارة اذا ندير كو مفهم اذا يلا نقدر حتى ابنائي نزيدوا او اغ لان يتعطي لها اشعاع وتعطي لها كذلك حرارة مفهم يتعطيهم لا فيتنين يلا الخالي الكهروضائية وش تمد للمحرك يتمد له في الكهرباء اذا فهو تحوي الكهربائينا نمزلو دوبلو في او اما المحرك راهو يحرك لي في المروحة فهو تحوي الميكانيكي نمزلو دوبلو في التلميذ اللي جاتو صعيبة ولا معلي الا يعاودي ولابنائي للملخص اللي درناه مع بعض ويفهم كل شيء اعطيني مثالين للطاقة المتجددة نعطون طاقة شمسية ولا طاقة الرياح ولا طاقة المياه هدو هما ثلاثة المتجددة اللي عندي يلا اللي بعدو ابنائي ويقول لي حبينا نعرفو دلالة كل كلمة اذا شوفوا كيكتب لي هادي او ال او سي اليكتخيك ولا اليكتخي سيتي معندها الكهرباء تمثل كهرباء تاع المسكن هذك يلا كيكتب لي غاز بينه وشنو هي الغاز تاع هذك المسكن ولهذاك المنزل يلا قال لي ماذا تمثل دلالة هذي بي ام دي ستة كيلو وات سعي ابنائي هادي استطاعة متوسطة لهذاك المنزل اما الدلالة هذيك دي ام دي اللي تسوي ما يهمنيش حال لرقمتها هي تدفق متوسط متوفر اذا يلا ابنائي من الاحسن انو شوفوها في الفاتورة تعنا باش نعرفو وين يحطها لي مفهوم اذا جي جيني غالمون يعني في اقصى اليسار اذا يلا كيكتبوا لي بي ام دي وما يهمنيش اللي هنا شحال على حساب الدار هذيك شحال تقدر توفرها الاستطاعة الى غري ذلك اذا بي ام دي ابنائي هي استطاعة متوسطة متوفرة بكذا وكذا قلنا على حساب المنزل والشحال فيه نفس الشي دي ام دي هي تدفق متوسط متوفر بكذا وكذا مفهوم اذا نفرقوا ما بين تدفق متوسط ليها دي ام دي وكذلك استطاعة متوسطة بي ام دي وحذاري نخلط ما بينتو لانه علاش ابنائي الاستطاعة رح تكون بالنسبة لو شنو الى الكهرباء اما التدفق رح يكون بالنسبة للغاز مفهوم مشي كيف كيف معتا هاو هاد المنزج حال يقدر يتوفر له الكهرباء وهوش حال يقدر يتوفر له بالنسبة الى الغاز اذا يلا ابنائي نشوفوا السؤال الثالث والرابع قال لي وشنو هي الوحدة تاع السؤال الثالث ما هي الوحدة المستعملة لقياس الطاقة الكهربائية دي بان نشنق؛ بالكيلو واتساعي ابنائي بالساعة مفهوم مشي الفاتوره تاع الكهرباء كيف امشي بالaison كيلو واتساعي هاده تاع الكهرباء اما الجهاز يحسب لي موثكل هو الي يحسب الي هذا هو العدد الكهربائي الي احنا نعيط له مفهوم. السؤال الي بعده يقول لي استخرج من الفاتورة معلومات خاصة بالكهرباء وهي مقدار الطاقة القديمة ومقدار الطاقة الجديد وتحقق أن الطاقة المستهلة خلال ثلاث أشهر كانت 850 كيلو وات ساعة كيف كيف نعود للفاتورة تعنا ولاحظوا أبنائي نعطيها لكم الفاتورة جيني غال مو مشي دايما نعطيها لكم الترجمة باللغة العربية والفرنسية إذا نشوفوا ننسيوا نشفوا على نوفو معنتها جديد نسيان معنتها قديم يلا قال لي بالنسبة للكهرباء هاي الكهرباء شوفوا الخط اللي قلقتها للكهرباء هذي شح الجات وكلش الخط الثاني ولا السطر الثاني قاعدة على القغاز أنا سقسني غالي على الكهرباء هاي نشوفوا الجديد هو 1248 والقديم هو 1343 سهلة جدا يلا قال لي أحزبي لي مالا إذا صح الطاقة اللي يستهلكوها في التلت شهور هي صح 804 ولا 850 كيلو وات ساعي إذا نديروا الجديدة ناقص القديمة معنتها الطاقة الجديدة ناقص الطاقة اللي يستهلكوها قديما إذا ندير 2148 ناقص لها 1343 أبنائيا رح نلقوها 805 أو 804 كيلو وات ساعي إذا نقولوا صحيح الطاقة اللي تستهلكها هذا البيت خلال تلت أشهر هي 804 كيلو وات ساعي السؤال اللي بعده أبنائي سهل جدا ونتفكره فقط مش حتى ما بنا نحفظه قال لي عدد أشهر حساب التحويل في الطاقة الكهربائية هي أربعة معنتها أربعة مرات وهم يحسبونها قال لك في ميزكم لماذا يختلف ثمن الوحدة بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة والربعة معنتها علاش يقعدوا غير يبدلوا فيها معنتها أبنائي في مثلا تلت شهر الأولين ولا شهر الأول إلا غري ذلك يكونوا يحسبوا لي بمعامل واحد فاصل ومبعد في المرة الثانية يحسبوا لي بمعامل مثلا تنين فاصل وغيرها معنتها يبدوا مثلا يطلعوا لماذا عنده يعني حاجة واحدة فقط ولا تفسير واحد فقط يحدث اختلاف ثمن وحدة بين المرحلة الأربعة حتى يتعلم المساهل لك الاقتصاد في السلاك الطاقة الكهربائية معتها كي تخلع كي تجه مثلا الكهرباء يعني كثيرة ولا يعني المبلغ يكون كبير يبدأ يقتصد في استعمال الكهرباء هذا هي علاش يقعدوا هكذاك يغيروا في الثمن طاقة الوحدة بين المرحلة التانية بفهم إذن يلا ننتقلوا كذلك إلى الوضعية الإدماجية اللي قال لي أول سؤال فسر انقطاع التيار الكهربائية وقال لي شوفوا أم هشام قامت بتشغيل مدفئتين غسالة ملابس ثلاث مصابيح اقتصادية وم بعد مرحة خلاص انقطاع التيار إذن تفسير سهل وبسيط نقولوا تفسير سبب انقطاع التيار نلاحظ مجموع الاستطاعات رهو أكبر من البي ام دي لأنه أبناء يشوفوا البي ام دي هذا ما لازمش نتجاوزوه كين بي ام دي تعم مثلا هذك المنزل يقول أنا في ستة كيلو واط مستحيل أني نتجاوزو لو كان نتجاوزو نعرف بلي احيد يسوطي الكنتر مفهوم إذن يلا لو كان نحسبوها ندير هذه زائد هذه زائد هذه زائد هذه نلقاها بلي أكبر من ستة كيلو واط مفهوم ويقول يشوفوا علما أنه للملاحظة هذي مهمة جدا كتب على فاتورة الكهرباء منزل أم هشام ما يحملش كتر البي ام دي كتر من ستة كيلو واط إذن يلا ابنائي تلاحظوا بلي شوفوا هذي رهي كيلو واط كيلو واط كيلو واط حذاري هذي لازم وشنو نحولها أولا إلى الكيلو واط وندير المجموع التاعي مفهوم يلا اللي بعده قال لي أحسب الطاقة المحولة من طرف الفرن الكهربائي إذا اشتغل لمدة خمس ساعات يوميا بالكيلو واط ساعي وكذلك بالجول يلا عبي يقول لك فهم السؤال ونصف الجو أنا بدأ ما نحسب الطاقة ما عتها راح نحسب ماذا تسوي أبنائي تسوي الاستطاعة في الزمن يلا وشنقول بصح وشتاع واشتاع الفرن إذن يلا نطلع للفرن ها والفرن شحلي سهلك واحد فاصل ثلاثة كيلو واط كيلو واط مفهوم أما شحل أعطاني الزمن هو قال لي أحسبه لي في خمس ساعات سهلة جدا إذن يلا عندي اللي هنا واحد فاصل ثلاثة كيلو واط نضربه في خمس ساعات إذن راح يخرجي بالكيلو واط ساعي إذن الطاقة بالكيلو واط ساعي هي ستة فاصل خمسة يلا نعاود نحسبه بالجول إذن أبنائي نحول فقط إلى الجول معتها أنا عندي اللي هنا بي اللي هي الاستطاعة التاعي واحد فاصل ثلاثة كيلو واط كيفاش نحولها للواط إذن نضربها في عشرة وس ثلاثة مفهوم من الكيلو إلى يعني كيما إحنا كيلو جرام للجرام من كيلو واط إلى الواط نضربه في عشرة وس ثلاثة نفس الشي الزمن منخلش بالساعة شوفوا الزمن كان خمس ساعات نحوله إلى الثواني علما أنه واحد ساعة شحل فيها من ثانية فيها تلتالف وستمائة ثانية إذن أنا عندي خمس ساعات كيفاش نحولها للثانية نضرب خمسة في تلتالف وستمائة مفهوم أجد الساعات إذن شحنصيبها نلقىها 18 ألف عفوا نحول الثواني ولا نحول الثواني 18 ألف ثانية إذن هاي عندي الثانية وعندي كذلك حسبتها بالواط إذن أبنائي نضرب 1300 اللي هي واط في 18 ألف ثانية اللي نصيبه لحنصيبه بالجول مفهوم إذن باش نحول الجول وش ندير الاستطاعة نحولها إلى ماذا كانت بالكيلواط نحولها إلى الواط والزمن كان بالساعة نحوله إلى الثواني إذن نحسب عادي مئتان واربعة وثلاثون في عشرة أس خمسة خلاص في الرياضية والتي تعرفوا بالأسس خلاص من دير خمس أصفار بزاف ندير في عشرة أس خمسة أنا عطيتها له بالجول وعطيتها له تاكاني بالكيلواط سعي يلا السؤال اللي بعد ولا إنقاص عدد الأجهزة ويقول لي التي تشغل في نفس الوقت حتى تكون الحمولة أقل من واج مناء البي أم دي هذا ويقول لي اقترح حلا أو حلول لمشكلة أم هيشم إذن وشنهو الحلول اللي نقدر نقولها تنقص من الأجهزة التي تشغل في نفس الوقت معتها تشغل بالعقل حتى تكون الحمولة أقل من 6 كيلو واط مفهوم؟ معتها تشعل مثلا الفرن والغسالة وبعد كي تفعل فرن والغسالة تشعل هذا وهذا إذن هذا مثلا حل ووش قال لي أعطيني حل أو حلول مفهوم؟ إذن أنا أعطيته الحل الأنسب إذن هذا كان بالنسبة إلى اختبار الفيزياء في الفصل الثاني لثالثة متوسط كالعادة أبنائي اللي عندوا أي سؤال لا إستفساري خليوا لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله اللي في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة بتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر